بداية قراءتنا لأبرز عنوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة الثورة ونطالع فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد أهمية دعم الحكومة الشرعية كخيار لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن وزير الدفاع يلتقي الخارجين اليمنيين من كليات السودان العسكرية التحالف الوطني للأحزاب يؤكد رفضه لقرارات التصفية التي أصدرتها الميليشيات بحق 16 ناشط من أبناء صعدة مركز الملك سلمان للإغافة يدشن المشاريع المدرة للدخل في لحج